يوما بعد آخر تزاد معاناة النازحين في مخيم الكيلو 18 غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في ظل إهمال حكومي فاقم من أزمتهم مع حلول فصل الشتاء ونقص الخدمات الأساسية في المخيم وضعنا لا مي لا كهرباء لا نفط لا قذائيات اشتعشيت تمنات اشتغديت مرقمان معجون هاي وضعية الله أكبر عليهم الله أكبر عليهم وحسبي الله ونعم الوكيل حال يجون محافظة قوعدوا في مكاننا يوم ريدة يوم ريدة يوم 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 يملك يام يقبلها على نفسه هوا يقعدي هناك هالقعدها احنا الشن هو الموارات مباشرة القيام الكرافرات الشوخ الفوق انا ما يولها قرقتنا عندي غرفتي انقرجة الممي جوّد ثلاجه ثلاجتية كبيرة والله ما وخرتها أنا زيقه تروحي نازحوا مخيم كيلو 18 اتهموا سلطات الحكومية بإهمال معاناتهم المستمرة منذ عام 2014 دون حلول جذرية منتقدين انشغال مسؤولي محافظة الأنبار بتجميل مناصبهم والدعاية لأنفسهم فقط دون الاكتراث لمأساة النازحين أنا من تزرعوا لي ورد تزرعوا لي تبلط على الشارع أنا ما أكل ورد أنا ما عندي راتب أنا مصخة معيني أنا أريد شيء أكل أجيلي بالورد أريد شيء أعيش بي لا راتب عندي لا أعزع عندي لا ضن عندي لا معين عندي والكل نزجي أنا هذا الشيء كله ما أريده أريد شيء أعيش بي والله صار وقت الانتخابات دزونا سيارة وأخذونا وشفت منطقة ثاني نهار قالوا لي ردي على مكانك الله وكيلك محمد كفيلك ونريد منها الله ما نريد من البشر بس نقول حسب الله ونعمل وكيل عليهم إذن لم تنتهي معاناة العوائل النازحة في مخيم الكيلو 18 بمحافظة الأنبار وغيرها من المخيمات المنتشرة في البلاد على الرغم من الوعود الحكومية التي أكدت قرب أنهاء ملف النازحين وسط مساومات سياسية فاقمت من معاناة النازحين الإنسانية والصحية والمعيشية